الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أكدت على ضرورة إعلاء مصلحة المرضى بغض النظر عن الأرباح تفي تعليقها على تفاصيل العلاقة مع المستشفيات الخاصة وحفاظا على حياة الموطنين وضحت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي اللي عقدته بحضور الدكتورة علي عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص وعدد من المماثلين المستشفيات الخاصة أنه في مغالاف الأسعار في بعض المستشفيات الخاصة اللي بتقدم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا خلال الأيام اللي فاتت وقالت أنه هيبقى فيه رقابة صارمة على المستشفيات ذي كمان وجهت الوزيرة قطاع العلاج الحر والتراخيص بتكثيف المرور على المستشفيات الخاصة اللي بتخدم المصابين بكورونا في كل محافظات الجمهورية ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بحسب توجيهات القيادة السياسية طبعاً الكل متابع السجال اللي حاصل ما بين وزارة الصحة وما بين المستشفيات الخاصة في حاجتين نتمنى أن احنا كلنا ما نقعش فيهم في برضو فوضى السوشيال ميدي أول حاجة ما نقعش بسرعة في أننا نخون المستشفات الصحة ونتاهمهم بالخيانة بالتأكيد فيه تفاصيل لا نعلمها عن تكلفة العلاج وعن قدرة المستشفات دي أصلاً على أنها تعالج مرضى الكورونا وكمان تفضل بتقدم خدمتها الصحية لكل مرضى الأمراض التانية الكتيرة جداً وللضغط زاد عليها طبعاً بسبب انشغال المنظومة الصحية تقريباً بشكل كبير جداً في علاج كورونا والحاجة التانية أننا لا نتصرع بفكرة أننا نقول لأس وزارة الصحة لم تتوصل إلى حل لأن التوصل إلى حل في هذه الأمور لازم يكون بشكل لائق وكريم لائق بمكانة مصر ولائق كمان بالقطاع الطبي والصحي ولائق بالقوانين المصرية اللي بتنظم العملية دي هتفضل المواقف تثبت هتفضل بعض المساشفات بتخرج بمبادرات هتطلع أفكار في الأقام اللي جاية وهنشوف أنه في ناس مش قصدها أبداً أنها تستغل للناس ولا همها هي فكرة الاستغلال لكن تقدر تقدم خدمة صحية متميزة بطريقة تضمن سلامة العاملين فيها وكمان تضمن أنه ما يبقاش فيه استغلال للمرضى مش عايزة نتسرع أبداً فإننا نخون أي طرف من الطرفين تحديداً في القضية دي لأن احنا يعني زدنا فيها قوي